اشتركوا في القناة 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 العقوبة اللي وقع على المخطئ حصل ان من كم يوم كان فيه مباراة لناشي الاهلي والزمالك وبعدين حصلت تجاوزات اقل ما يقال انها فضيعة من احد لعبي نادي الزمالك ومعه مجموعة من اللاعبين المنتمين للنادي الزمالي اللاعب ده كان ليه سبقى قبل كده وسبقى برى مصر وتقريبا خلى منظرنا كله وحش لما اعتدى بعد المباراة بالضرب على كابتن النادي الاهلي كابتن وليد سليمان وخد عقوبة عشر مباريات ولكنه لم يتعز وبعد كده حصل له موقف تاني خد مبارتين وبعدين حصل حاجة يعني شأن دخلي ملناش دعوة به مع مديره الفني الحالي كارتيرو ملناش دعوة به لان احنا ما ندخلش في شؤون اي حد احنا ملناش دعوة بالموضوع ده سانا بتكلم لما حاجة بقى تيجي تمس النادي الاهلي لا نوقف ونتدخل نوقف ونتدخل ونتكلم اللعيب ده للأسف منتخب مصر الأولومبي عند كابتن شوقي غريب هو انا لحد للوقتي الكابتن شوقي غريب مدير فني على مستوى عالي شخص خلوق جدا 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 وانا اعتزب صداقته الشخصية من ساعة ما لعبنا كرة لحد النهار وعارف ان الكابتن شوقي غريب دايما دايما بيقول الاخلاق نمرة واحد وبعد كده اي حاجة تيجي تانية الاخلاق نمرة واحد واي حاجة تيجي تانية بعد كده اللي احنا شفناه ده مش تهور ده مش قلة أدب لا ده حاجة تانية غير الكلام ده خالص ده احنا شفنا سب عالني جماعي يعاقب عليه القانون السب العالني الجماعي لرموز النادي الاهلي دي جريمة يعاقب عليها القانون اللي احنا شفناه طبعا حضرتكو حضرتكو كلكو شفتوا الفيديوهات الفيديو بيسيء الى لو كان الشاب ده بيمثل شباب ندير ده بيسيء الى شباب ندير لو كان الشاب ده اللي هو اللي هو المفروض قدوة المفروض اللعيب ده قدوة لبعض الشباب اللي هو بينتمي لنادي الزمالك لبعض الشباب اللي هم المشجعين اللي هم بيقلدوا النجم ده لو ده لو كان نجم ده لو يقال عليه نجم يا كابتن لو انت عايز تعرف النجوم النجوم اللي كانوا عندك كمان في نادي الزمالك اللي جماهيرك سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك أو جماهير مصر بيتكلموا عن سلوكياتهم لحد دلوقتي اسأل عندك في النادي اسأل عن حسن شحاتة كباتن اسأل عن الكباتن كابتن حسن شحاتة اسأل عن الكابتن طه بصري الله يرحمه اسأل عن الكابتن إبراهيم يوسف اسأل عن الكابتن محمود الخواجة اسأل عن الكابتن حلمي طولان اسأل عن الكابتن حزم إمام اسأل دول كانوا فطاحل أفضل منك مئة مرة في الكرة وعلى فكرة كان فيه لعيبة أحسن منك في الكرة برضو ولكن سلوكياتهم ما كانتش ماشية على المستوى القويم فدلوقتي ما حدش بيذكر لأسام يوم خالص وكانوا أفضل منك مئة مرة لعيب ده كابتن شوقي وجهة موسيقى وغير مشرفة إطلاقاً للمنتخب الأولمبي اللعيب ده يا كابتن شوقي مش عايز أقولك إنه هو حيسئل لك كمدير فني ولكن وجوده في المنتخب بجانب اللعيب الآخرين ولعيب جنبه زي كابتن محمد صلاح الصورة مشرفة لمصر لكلنا بنفتخر به يبقى في نفس التيم اللعيب ده مع الكابتن محمد صلاح مع مجموعة منطقة من اللعيبة اللي أنت كابتن شوقي طول عمرك بتقول الأخلاق نمرة واحد وتيجي أي حاجة تانية بعد كده كنت أتمنى ولو أن أنا متأكد أن الكابتن شوقي هيكون له قرار كابتن شوقي غريب أكيد حيكون له قرار لأن أنا أعرف كابتن شوقي عن قرب وأعرف شخصيته وأعرف أخلاقه فأنا متوقع وواصل بنسبة كبيرة جداً أن الكابتن شوقي حياخد قرار في اللعيب ده ما كنتش عايز أتكلم ولكن على قد الجرم اللي عملوا آه أنا بقول جرم أنت جاي في توقيت زي ده بتزيد الاحتقان بين الناديين بين جمهور الناديين بتزيد المشاكل داخل الشارع المصري لأن الشارع المصري غالبيته أهلي أو زمالك بيفتعل المشاكل بدون أي لازمة ده راجل مش عايز أقول أنه عمل عمل يعني أوصفه بأنه عمل إرهابي لا مش حاول كده ولكن الراجل ده بيدمر العلاقة بين جمهور الأهلي والزمالك في توقيت قيادات الدولة بتحاول تلملم بتحاول تلم المشاكل بتحاول تزرع روح الانتماء والولاء في جمهور الشعب المصري وعلى رأسهم الشباب يجي واحد زي ده يعمل الجرم ده يبقى لازم يتعاقب لأن ده بيعمل قلق وسط الشرع المصري بيعمل مشكلة وسط الشرع المصري ومختار توقيت إيه على فكرة آه هو متعمد والنية من قبل كده متعمدة لأنه ومختار توقيت الأهلي والزمالك حيلعوي من حد الجاي فالراجل ده بيعمل مشكلة جوه جموعة الشرعب المصري بيزيد الاحتقان وبيعمل أزمة بدون أي لازمة ولذلك لازم يكون عقابه رادع جدا عقابه 12 ماتش خاد 10 ماتشاتة بلكده ولم يتعز لازم دلوقتي الراجل ده يتواف ويتواف على قد الجرم اللي عمله ما يمثلش مصر في الأولمبياد ده أسوأ صورة شباب مصر في الأولمبياد أكبر محفل عالمي رياضي أنا عموما ما كنتش ناوي أتكلم ولكن استفزيت من العقوبة عموما نرجع بقى مرجعنا للنادي الأهلي وهقول لحضراتكم قصة بمناسبة اللي حصل من ناشئ نادي الزمالك ده أنا كنت بلعب فريق صغير زمان اسمه الكروم في اسكندرية وقلت ساعتها هدف دوري وجي الكلام وأن أنا روح الأهلي وأن روحت منتخب مصر مع كابتن عبدالصالح الوحش قبل أولمبياد لوس أنجلز فالبعض رشحني أنا روح النادي الأهلي فالكابتن صالح سليم رحمة الله عليه رئيس مجل زارة النادي الأهلي في ذلك الوقت قال إيه استنوا لما أروح أشوفه فالمهم جالنا في ماتش كنت أنا واخد طرد في الماتش اللي قابله فما لعبتش الماتش فهو بيتكلم معي بعد كده قال لي يا ابني أنا ما شفتكش وإنت بتلعب كورة خالص أنا قالولي أن أنت هدى في الدور وجيت لك ماتش وبعدين قالولي أن أنت اضطردت الماتش اللي فات قلت لهم لا 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 استنوا بقى هو أنتوا بطولها هدى في الدور كابتن صالح اللي بيولي كده أنتوا بطولها هدى في الدور لا أنا عايز أعرف هو اضطرد ليه خلي بالكم أنا رايح للنادي الأهلي وكنت هواقع والكابتن صالح قال لهم أنا دلوقتي عايز أعرف الراجل ده اضطرد ليه عشان أعرف سلوكياته أخلاقه وده اللي بندور عليه في النادي الأهلي دايما لأخلاق نمر واحد وأي حاجة تيجي تانية بعد كده أقول له لا ده كانوا انذارين وما كانش فيه حاجة يعني لا أخلاقية وما فيش حاجة فيها تعمد فالموضوع عادة والكابتن صالح قال لي الكلام ده بعد كده خلي بالكم دايما اللي بيخش جوه النادي الأهلي وما بيلتزمش بالتعليم والمبادئ والقيم وأخلاقيات النادي الأهلي بيعتبر منبوض وما بيكملش مش هو اللي ما بيكملش النادي الأهلي هو اللي بيلفوزه بر بر إنما النادي الأهلي علمنا دايما إن الأخلاق نمر واحد ويا ما حصلت حوادث كتير قوي في النادي الأهلي أو وقائع كتير جدا في النادي الأهلي كنا احنا بنغلط فيها أي حد بيخطئ ولكن الخطأ لما يكون أخلاقي ودي نادرا ما تحدث في النادي الأهلي نادرا بيبقى العقاب صعب شوية نكلم بقى على ماتش النهاردة في كاس مصر يعني بطولة جديدة للنادي الأهلي بطولة جديدة بيلعب عليها حامل اللقب والنادي الأهلي دايما زي ما احنا متعاودين كأهلوية بنحب نكسب كل البطولات بنحب نفوز بكل المباريات لأن البطولات اللي بنكسبها بترسم الفرحة على جمهور النادي الأهلي وطبعا بالتالي على كل من ينتمي للنادي الأهلي في جميع عنها العالم لعبت النادي الأهلي دايما عارفة وبتفزل كل جهد عشان تفرح الجماهير في كل مكان البعض بيبص الماتشي يقولك ده ماتش سهل النهاردة لأنها قدام نادي النصر ونادي النصر بيلعب في الدرجة التانية مش عارف بيحتل المركز التاسع ولا العشر في مجموعته لكن لا النادي الأهلي بيحترم الجميع نادي النصر بنحترمه طبعا لأن في كورة القدم فيش حاجة اسمها ماتش سهل وماتش صعب لا الماتشات كلها بالنسبة للنادي الأهلي اللي بيحترم الخصم ماتشات صعبة لأن انت لما بتنزل الملعب الكرة ما بتديش غير لبيت ديها فما بالك بقى ان ده دي مبارات كاس يعني مبارة واحدة واحنا يا ما يا ما شفنا مفاجآت في الكاس ان ممكن فرقة صغيرة تطلع فرقة كبيرة وكمان لو حضرتك فاكر السنة اللي فاتت ان احنا في نهاية الكاس لو تفتكر لو كنا بنلاعب طلاق على الجيش بالرغم من فارق الفنية بين النادي الاهلي وطلاق على الجيش ولكن النادي الاهلي فاز على طلاق على الجيش بدربات الجزاء المهم الاهلي عمره ما بيستهتر لا بيصغير ولا بمتوسط ولا وبيحترم كل الفرق لكن المباراة طبعا النهاردة لها اهداف من ضمن اهدافها ان انت بتدي راحة لبعض اللاعبين وبتدي فرصة لبعض اللاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة ان شاء الله طبعا في ظل الغيابات والاسابات اللي ضربت صفوف النادي الاهلي الفترة اللي فاتت زي علي معلول حمدي فتحي واجايه محمد هاني ياسر ابراهيم انت بتتكلم على فرقة فرقة كاملة طيب تعالوا نروح لزميلنا في قناة الاهلي محمد توفيق ونتعرف منه على الاجواء قبل المباراة سيئة الخير يا محمد سيئة الخير كابتن ايمان تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان تجدد رقائه للسوديو التحليلي ومباراة الاهلي والنصر في اطار مباراة الدور الـ 32 من مصابقة كأس مصر في نسختها 91 النادي الاهلي يخش المباراة النهضة طبعا مدافعا على اللقبه النادي الاهلي يحامل لقب آخر بطولة وبرصيد 37 نقطة في تاريخه وده ضربة البداية نحو البطولة الـ 38 كمان المباراة لها قصوى دي البروفر الأخيرة للنادي الاهلي قبل المباراة المهمة والمرتقبة مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم الأحد المقبل ان شاء الله بالقاهرة يمكن النادي الاهلي اختتم استاداته بالأمس على استياد مختار التتش بالجزيرة تدريب خفيف حرص على مستر مسماني قبل التدريب على عقد محاضرة فنية مع اللعبين يتكلم فيه على شكل التكتيك والخطة اللي هيتم تطبيقها النهاردة في المباراة يمكن كمان كان فيه أكتر من اللعب يتم تجهزهم للدفع بهم خاصة في ظل عدد كبير جدا من الغيابات في النادي الاهلي كمان مدارب حراس المرمى ميشيل يانكورن كان حريص على يعني اعطاء جرعة تدريبية كبيرة جدا للحارسين علي لطفي ومصطفى شوبير في ظل غياب الحارس الأملاك محمد الشناوي عن المباراة يمكن بقى أجواء الفريق النهاردة كل سنوات حركة طيب طبعا من شهر رمضان شكل اليوم مختلف جدا في الفندق النهاردة كانوا اللعبين معظم الوقت صحي وبرحيتهم مش في وقت مبكر كالعادة ما كفيش طبعا وجبة الافطار او وجبة الغداء اللعبين كلهم كانوا بيخلدوا للراحة في غرفهم التجمى فقط كان في أوقات الصلاة لفي قاعة مخصصة بالفندق كانوا بيقضوا الصلوات سواء صلات العصر او كمان صلات الدور في جماعة يمكن الفطار كان في تمام الساعة السادسة والنصف يمكن فيه تأخير شوية سبع دقايق عن القاهرة هنا في محافظة الاسكندرية في أزان المغرب بعد الفطار على طول كان فيه محاضرة فنية الساعة سبع وعشرة والفريق تحرك فيه تمام السبع والنصف نحو استاد الاسكندرية يمكن الطريق طويل شوية من فندق القامة في فندق القامة خارج مدينة الاسكندرية تقريبا الطريق خد خمسين دقيقة للوصول لاستاد اسكندرية يمكن بقى اتكلمت مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلا عن الصيام وتأثيره على الفريق النهارده والأداء قال لي طبعا ما فيش شك احنا بنتكلم في أكتر من 16 ساعة صيام ضهي أصل لكن احنا يمكن بالتغزية ومع الدكتور عبد الرحمن سعيد اللي كنت حريصا نتكلم معه واسأله شكل الوجبة والتغزية اللي هتقدم الفريق النهارده قال لي ان هي واجبة واحدة بس اللي تقدم قبل المباراة اللي هي واجبة الفطار اللي كانت في ساعة 6 ونص قال لي تقريبا قبل الإحماء بتقريبا ساعتين فكانت واجبة خفيفة كان أهم حاجة فيها العناصر يعني زي ما بيقول المواد السائلة الميا المشروبات بأنواحها وكمان النشويات علشان تساعد اللعبين على أداء بشكل طيب وتكون واجبة خفيفة طبعا ما فيش فرق بين الفطار وتقريبا الإحماء بتاع المباراة ساعتين قال لي الوجبة الأساسية النهارده ان شاء الله هتكون بعد انتهاء المباراة اللعبين هتناول واجبة العشاء هنا على طول في ملعب المباراة عقب انتهاء المباراة فورا يمكن كمان بنتكلم عن الغيابات النادي الأهلي فيه غيابات كتير النهارده غيابات بالجملة أهمها محمد الشناوي طبعا بجانب إصابته فيروس كولونة محمد الشناوي كده كده كان هيجيب على اللقاء بسبب الإيقاف وكمان حسين الشحات عندنا إصابات ياسر إبراهيم محمد هاني جونيور عجيه وحمد فتحي طبعا استمرار لمدة طويلة من الإصابة علي معلول كمان فضل الجهاز الفني طاء الراحة لأيمن أشرف وعمر السلية من أداء المباراة علشان يكونوا في كامل لقوتهم والمشاركة بشكل أساس إن شاء الله في المباراة القادمة أمام الزمالك بيدير المباراة تحكميا محمد عباس قبيل حكم أول عادل ماهر مساعد أول صالح محمد عفيف مساعد تاني والحكم الرابع هو محمود حسيب دي كانت كل أجواءنا وكواليس نقبل بداية المباراة كابتن أيمان إن شاء الله متواصلين معاكم مزيد من الكواليس واللقاءات ومباراة الأهل والناصر في دور الاثنين وثلاثين في كاس مواصر كلمة لحضرتك شكرا جزيلا عن الزميل العزيز محمد توفيق كل التوفيق للنادي الأهلي معنا تشكيل النادي الأهلي النهاردة هنقوله وبعدين نطلع لفاصل ونرجع نستابل دي أفنا الكرام النهاردة هيمثل نادي الأهلي علي لطفي لحراس المرمى ونحية اليمين أحمد رمضان بيكهم نحية الشمال أحمد نبيل كوكا الاتنين اللي في القلب رامي ربيعة وسعد سمير اتنين اللي قدامهم ناصر ماهر أكرم توفيق سلاسي الوسط الأمامي صلاح محسن طاهر محمد طاهر على الإجناب وليد سليمان في القلب بينهم رقم عشرة وقدام مهاجم وحيد مروان محسن نقول لهم مرة تانية علي لطفي نحية الظاهرين أحمد نبيل كوكا وبيكهم شمال ويمين رامي ربيعة وسعد سمير قلبي دفاع قدامهم خط الوسط الدفاعي ناصر ماهر أكرم توفيق سلاسي الوسط الأمامي صلاح محسن طاهر محمد طاهر وفي وسطهم وليد سليمان وقدام مهاجم وحيد مروان محسن كل توفيق النادي الأهلي إن شاء الله لفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا الكرام كابتلنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظرونا ترجمة نانسي قنقر 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 يا رب إن شاء الله كابتن عادل عبد الرحمن كل سنة ونطيب رمضان كريم يا كابتن أهلا بيك يا أهلا وسهلا كابتن أحمد بلال كل سنة ونطيب كل سنة ونطيب يا هداف رمضان كريم الله يخديك الله أكرم كابتن شريف يمكن مباراة البعض يظن إنها سهلة ولكن مباراة الحفاظ على اللقب رقب 38 إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مرات الكروس معروفة لازم تخلص بدري بدري يعني لازم تنزل يبقى ليك سبق التهديف وليك ضغط بتاعك في الملعب وليك السطوة ما تخليش أي فرقة بتلعبك مهما كان اسمها أو مهما كان فريق هو مين يكون مشاركك في نفس الجيم وإنت محتاج في الفترة دي الحقيقة إنه بتدي رسالة كوية جدا إنه في كل اللعبة زي بعض بتعند الغيابات كتير قوي النهاردة في الملعب اللي احنا متعودين على أساسنا هم موجودين في الشكل الأساسي إنما كل لعيبة أعطاك زي ما بعد وحشينا كتير قوي لعيبة زي رمي ربيع علي عبد الماضي كان على مستورك جدا سعد شامير بيلحقه النهاردة بإذن الله في أحمد نبيل كوكب نتمنى له كل التوفيق وبكهم طبعا الجوكر اللي احنا بنعتمد عليه في بعض الغيابات الكتيرة ناصر همام ناصر ماير بنقول له الحمد لله على السلامة إن شاء الله تساهمه أكرم توفيق وصلاح محسن نفس الشكل الدخول بيبقى على فترات النهاردة بياخدوا فرص يارب يحفظوا عليها ويارب يكونوا على قد القدر المسؤولية النهاردة إنهم يحققوا لنفسهم فيه جوة الملعب في الفترة اللي هيلعبوها طاهر طبعا ووليد ومروان دول أعتقد من الخبرات اللي موجودة في الملعب تده توفر لنا المطلوب من المباراة النهاردة فمباراة الناصر النهاردة محدش بيفتكر إن فيه أي حاجة سهلة ولا في الدوري ولا في الكاس ولا في أفريقيا خلاص أنت في مرحلة لازم تثبت فيها إنك أنت البطل فعلا البطل فعلا ده بيبقى بالأداع باختراك الملعب بتنفيذ المهام اللي بيحلم بيها المدير الفني مدير الفني بيتمنى طبعا أنه في أول شوت يكون ليه هو السطر في المباراة ويقدر يحقق كل اللي يتمناه في أول 45 دقيقة مشاركة فرقة معاك في كاس مصر في المباراة دي حاجة يعني عارفينها كويس قوي بتعمل ضغط نفسي على اللعيبة بتعمل ضغط نفسي على الأجهزة بتعمل كل عايزة فأنا بتمنى النهاردة إن شاء الله إن يكون اللعيبة واخد المباراة بشكل أقوى بشكل ترجيزي جامد جدا حتت بقى أن أنا أكسف في أي وقت وأنا بلعب فريق أقلي مين كتير أو أي حاجة لا نبعد خالص عن الحكاية دي صحيح ويا رب يوفقهم النهاردة بإذن الله وقدمونا الكرة اللي بنتمنىها بإذن الله رب العالمين كابنع لا قبل ما نتكلم مع حضرتك عن المباراة هنقول مشوار النصر خلال كاس مصر نادي النصر لعب تلات مباريات طبعا بالتالي يكسبهم طبعا عشان يلعب النادي الأهلي النهاردة جاف في تلات مباريات تسع أهداف وعليه هدفها هو بلعب في دوري الدرجة التانية من جموعة القاهرة في المركز التاسع ليه خمسة وعشرين نقطة وتحتيه فرق يمكن معروفة زي النجوم وزاد والسكة الحديد وفوقيه بترجات فهو يعتبر تقريبا في مركز متواصف كابتن علاء نخش بقى على تشكيل النازي الأهلي أنا شاف أنها فرصة لمجموعة من اللاعبين قد يحتاجهم الفريق الفترة القادمة بداية من مباراة الزمال هي حقيقة أيمن هي من مباراة الكوس دايما أنت بتلعبش بالفريق أساسي بتاعك دايما بتدي فرصة للناس البعيدة لو واحد راجع من الصعبة واحد عايز تتطمن على المستوى فالنهاردة أعتقد فرصة زهبية لناس بعيدة أوي ومصر المسلماني كانت تشريد بالكلم غاليما قال لي عن تشكيل كله الناس كلها عايز يشوفها عايز يجربها الناس كلها نفسها تشوفها النهاردة يعني الناس كتير أول جمهير نادئ أهلي عايز أتطمن على ناصر ماهر ناصر ماهر من الناس اللي دايما أنت عايزوا في الملعب تحتاجوا في الملعب لعيب مهاري لعيب حريف جدا كنت دايما تتمنى أنه يبقى موجود مظبوح فالنهاردة ناصر موجود أعتقد فرصة كويسة إن شاء الله ياخد تسعين دقيقة ويقعد كويس أحمد نبيل النهاردة أول مرة هنشوفه دول الناس اللي انتقبلهم فترة ما شفتهمش يعني أحمد نبيل وناصر الباقي لعب على فترات لعب ماتشاط موجودة على طول دايما معاك يعني هما اتنين دول بس لكن الباقي موجود خلينا نقول البودلة بالمرة كابتنا البودلة حيبقى مصطفى شبير بحرص المرمة محمود كهربا محمد شريف بدري بنون أليو ديانج محمد مجدي أفشا والتر بواليا محمد حسين ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو معادة آخر اتنين بس محمد حسين وعبد الرحمن الباقي دول فرقيتك منهم الأساسيين وينهم الناس اللي لسه كانوا بيأخذوا فترات ولسه كان راجع زي مثلا والتر بواليا كان عنده قصابة وريكة لكن بعد كده عايما باستثناء مصطفى شبير كله العصر الأساسيين عندك محمود كهربا راجع بعد الإقاف فأنت ما عندكش مشكلة على فكرة مين يلعب ومين يوضح تيارة ما شاء الله أنت عندك رجوم ونجوم كتير جدا لكن كنت بتكلم عن كم تشريف على الماتش بقى سهلة أو مسهلة مفيش مباراة صعبة أو سهلة اللي بيسهلها أو صعبة لعيبتك في الملعب أنت النهاردة ممكن تخلي مباراة من أسهل ما يمكن بهدف واثنين وثلاثة عشان فيه فرقات كبيرة جدا ما احترامك كامل لفريق النص وممكن انت صعبة على نفسك لو شوية تخيزه شوية تخيزه شوية تخيزه استهتار شوية بالفريق ومعتقدش النادي الأهلي النهاردة بيفكر في الموضوع ده ومباراة الكاز دائما عندها كده حتة الحذر دائما موجود وده في كل الدنيا مش في مصر بس فالنهاردة اللي أنا من وجهة نظر النهاردة أن النادي الأهلي من بداية كده هيبدأ دور على هدف والتاني والتاني عايز يخص مباراة مش عايز المباراة تبقى فيها مجهود زيادة انت برضو لعيبتك عايزها كلهم يطلعوا سلام تتطمن على اللعيبة اللي بدأت بها النهاردة على سبيل ما حصلش حاجة تبقى المباراة ممكن تسافد منها تطلع خسران منها خسران منها العيب خسران منها اي حاجة تانية فالنهاردة بتتمنى إن شاء الله المباراة تطلع أولا اللعيبة كلهم السلام يتطمن على اللعيبة اللي هو المؤثرة جدا مثل المسلماني وطبعا فوز وفوز مخنع لأن الفرق امكانات كبيرة دي إذن الله يا ربا قبل ما نتكلم مع كابتن على الرحمن نقول لتشكيل نادي النصر هيبقى أحمد جمال في حراس للمرمى ناحية اليمين قسامة الليبي في كزير أيمن أحمد داهش زير أيصر اتنين اللي في القلب حسن حسين وأحمد سعيد أوكا اتنين قدامهم وسط دفاعي أحمد كلوشا أدهم حامد اتنين قدامهم محمد عبد الناصر أوشا وأحمد حسين واتنين قدام بابا إبراهيم وأحمد السعيدي كابتن عادل يمكن الكابتن علاء قالك ده دي ماتشات كقوس ماتشات الكقوس هي ما شفنا فيهم فجاة طبعا وإحنا كمان كنادي أهلي زمان عنينا منها ركيل فالنادي الأهلي بيحترم جميع الفرع أعتقد حتى بالتشكيل وبرغم الغيابات الكتيرة النهاردة في نادي الأهلي إلا أن أعتقد أن بداية نادي الأهلي النهاردة هتكون الساعي للفوز من بداية المباراة بس يا كابتن خلينا بس نتفق على حاجة مهمة جدا ولازم نعرفها أن الفرق الكبيرة زي الأهلي ما عندوش لعيب احتياطي وما عندوش لعيب أساسي كونه أن أي لعيب يلعب في القايمة بتاعة النادي الأهلي المفترض أنه العيب أساسي لأنه العيب كبير المفترض يعني أنت دائما الفكر برا مثلا في أوروبا لما بيجي لعب مباراة الكاس الحاجة الوحيدة اللي بيديها لحرص المرمى بس لازم يحرص المرمى الاحتجاطي لازم يلعب ده اتفاقية بيتفق عليها أحيانا يعني ما بيوفقاش أوه لكن معظم أندية العلم بيعملوا كده معظم أندية العلم في الفرق الكبيرة بالذات في المطشات الكاس لازم اللاعيبة من وجهة نظرهم أن دولهم لعيبة أساسية وأن دولهم لأن أكيد فيه لعيبة أشتريتهم بأموالك كبيرة وفي العالم كله بيحصل كده يعني ما فيش حاجة اسمها أنك أنت مستني مفاجأة ولا مش مستني مفاجأة أنت تستنى إيه المفاجأة اللي يستنيها اللاعب وليس المدرب أنت فرصة تدي للمدرب حق أن أنت لعيب لازم تبقى أساسي ولعيب غالي ولازم تعرف أن أنت هتلعب وتلعب الأيام الجاية لكن حتة النهاردة مثلا أنا شايف التشكيل الهجومي مية في المية يعني إحنا لما نجي نتكلم فنيا عبوس تلاقي أن التشكيل ما فيش اللي واحد بيدافع أقرم توفيق و الخمسة البقيين كلهم لو أنت استعرضتهم كلهم مهاجمين مصبوك حلو؟ أداهم مهم طيب الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لك دلوقتي أقرم توفيق المفترض اللي مش هي مش هي هاجم خالص أنا مش بتكلم فنيا مثلا أنا بتكلم في حتة نفسية دلوقتي أنت بتتكلم على نصر مهر هل نصر مهر هيقف في وسط الملعب هي دي بقى طريقة اللعب اللي احنا بنتكلم عنها في مباريات الكقوس مباريات الكقوس مباريات مفاجأة كبتا أي الناس بتبقى يعني مثلا ممكن لقدر له أي فرقة كبيرة بتتغلب فما بيشوفش ما بتحسش بالمرارة الهزيمة إلا والفرقة التانية بتلعب فينال ويبتلعب نهاية علشان كده لازم الاستعداد يبقى جايد يبقى احنا عندنا شقين الشك الأولاني إن النادي الأهلي أي لعيب بيبقى متواجد فيه إلا الناشي الناشي أنت بتعده تدريجيا ولكن لما تيجي تقول لي أنا لعب لعيب مثلا زي صلاح محصن لعيب كبير وليد سليمان لعيب كبير طار محمد طار يعني حتى بكم بكم من اللعبة المهمة جدا في الفرقة يبقى أنت ما بتلعبش باحتياطي خالص بالعكس أنت بس الاحتياطي عندك فاحمد نبيل كوكا ده هو اللاعب الصغير وساعد السمير بترجعه من الإسابة ورامل ربيع بترجعه لفرنته صحيح طيب كابتن بلال ندخل بقى على طول في التشكيل ندخل في التشكيل رؤيتك بقى تشكيل النادي الأهلي وبداية النادي الأهلي النهاردة بناء على هذا التشكيل يمكن إحنا اتكلمنا في الستوديو اللي فات كابتن أيمن على أفكار المدير الفاني وأن أنت في بعض المباريات بتحتاج أن أنت تلعب فول تيم بتحتاج أن تلعب كل العناصر الأسية بالنسبة لك وفي بعض المباريات مثلا لدراستك للخصم لإمكانيات الخصم للحكم على إمكانيات وقدرات بتعمل تغييرات كثيرة جدا النهاردة ممكن إحنا توقعنا أن الرجل النهاردة في المباريات بتاعت النهاردة هيغير تغييرات كثيرة جدا أنا مجي تنظر أن المباريات المدير الفني بيحط هينو على لعب أو اتنين هو ده اللي عايز يحتاجهم بعد كده أو ده اللي يدور عليهم بعد كده النهاردة عندنا في التشكيل ممكن يكون بيلعب النهاردة بأربعة واحد أربعة واحد وفي حالة اللجوم ممكن تتطور ويلعب أربعة واحد ثلاثة اثنين يبقى ليت سليمان هو الفرود الثاني جنب مرام محسن دي الأقرب أنه يلعب بيها النهاردة مستر موسماني بيلعب فرية النصر برضو فرية احتلالها في دور الدرجة الثانية ترتيبها مش جيد يعني أعتقد الاثناشر زي ما أنت قلت قبل كده التاسع التاسع برضو من الاثناشر يعني لا من التاسع للاثناشر 25 نقط يعني كلهم زي بعض يعني النصر قريبين من بعض النصر وبعدين النجوم وبعدين زاد وبعدين السكة الحديد كلهم 25 نقط قريبين من بعض أيا كان فعايز أقول لك النهاردة ممكن يبقى ناصر ماهر عنصر من العناصر اللي ممكن يحتاجها النادي الأهلي في مباراته الأساسية بعد كده أو في استكمال مبارات أفريقيا أو الدارو العام أو كاس مصر بعد كده لعيب إمكاناته جيدة البديل بتاع أفشا اللي ممكن يكون موجود في بعض الأوقات انت ممكن يكون عندك لعيب زي أفشا بلعب طول المبارات طول التسعين دية فتبقى محتاج لعيب عنده نفس الستايل عنده نفس الرتم عنده نفس الأداء عنده نفس بنفس الكواليتي يبقى موجود في بعض الأوقات هو ده اللعيب اللي احنا ممكن بنكون بندور عليه في الوقت الحالي كويس طب انت ليه قلت وليد سليمان هو لقرب ان يخش جنب مروه محسن وما قلت الصلاح محسن هو لقرب لا وليد سليمان عشان هو اللي بلعب بالقلب دايما النهاردة يعني اعتدنا ان مستر موسيماني بلعب بالطرية التقليدية والعادية اللي بلعب بهالناد اللي أربعة اثنين اربعة واحد اربعة اثنين ثلاثة واحد وبلعب اثنين على أطراف يدخل يبقى رأس حربة ثانية أو ثالث وليد سليمان وقدراته وإمكانياته والطريقة اللي شوفنا بيلعب بها مع مستر موسيماني هو انه دايما بيكون موجود في القلب شوفنا له لما نزل وسجل هدفين سجل هدف برأسه من 18 من كرة عرضية تلعبت الهدف الثاني سجل من القلب فعايز اقول الإمكانيات إمكانات وقدرات يقدر يشتغلك في أي مكان في الملعب لكنه في الفترة الأخيرة مع مستر موسيماني التركيز بتاعه بانه يبقى دايما بيبقى رأس الحربة ثانية عشان كده أنا قلت وليد سليمان هو اللي ممكن يكون رأس الحربة الثانية أو اللعيب رقم التسعة ونصة أو عشرة هو وليد سليمان اللي يقدر يعمل ويعمل ها بشكل كواسي أوي لعيب عنده خبرات وإمكانيات لعيب كواليتي عالية جدا فعايز أقول استكمالا لكلامي أن النهار ده ممكن يبقى عندك لعيب أو اتنين عايز تحطوهم معاك عايز المدير الفني يستعين بهم فيما بعد يبقى هما دول البدائل اللي موجودة بالنسبة لك الأقرب للنزول لأن أنت ببعض الأوقات المدير الفني ببقى مش عايز يغير طريقة اللعب ونصطيل اللعب أنا بحتاج لعيب بنفس الكوالة وبنفس الإمكانيات وبنفس القدرات عشان لما غير لعيب تفضل الفرقة بنفس الشكل وبنفس القدرات والإمكانيات اللي يقدر يعمل الحتة دي اللعيب رقم عشر هو ناصر مهر هو اللي يقدر يقوم بالدور اللي بيقوم بأفش لعيب عنده إمكانات ولعيب عنده سرعة ولعيب عنده مهارة لو اشتغل على نفسه بشكل كويس جدا وركز بشكل كويس أو يقدر يستعين بمستر موسيماني أعتقد هي البديلة الأمثل في الوقت الحالي لمجد أفش أنت عارف الموسم صعب جدا الماتشات متتالية متلاحقة هتبطر أنك تغير لعيب بالعيب تاني تبدل لعيب بالعيب تاني وستعملها مع لعيب كتير قوي فأنت تحتاج في بعض الأوقات لعيب يبقى شبيه اللعي اللي موجود عشان كده أنا بشوف النهار ناصر مهر لو أجد بشكل كويس هيبقى الوضور كبير جدا مع مستر مسماني الفترة اللي جاي بس بتعتمد على الجاهزية هل اللعيبة مجاهزة نفسها ومحضرة نفسها للمبرأة وده اللي احنا نشوف إن شاء الله أتمنى أنهم يكون محضرين نفسهم ومركزين بشكل كويس لأن الماتشات السهلة هي بتبقى أصعب ماتشات على اللعيبة لأن التركيز بيقى فيها أولئة شوية طيب هنرح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجمنا كبار حول تشكيل النادي الآلي وطريق لعبه وتشكيل النادي الناصر وطريق لعبه وأرجوكم انتظروا مرحب بكم وأنا تاني يا عزيزي مشاهدين كابتن شريف يمكن برضو مشوار مستر موسماني مع الأهلي خلال مباريات كاس مصر عشرين عشرين السنة اللي فاتت أو الموسم الماضي لعب ثلاث مباريات الثلاثة فوز ليه خمس أهداف وعليه ثلاث أهداف كابتن أحمد بلال قال إن النهاردة اللي في الغالب انت بتحب الكابتن أحمد بلال بيرجح إن وليد سليمان هو اللي هيكمل مع مراوان محسن طيب وليد سليمان اللي هيكمل مع مراوان محسن ولا ممكن نشوف من البداية اتنين راس حربة صلاح محسن ومراوان محسن كوسيا العادة بتاعت اللعيبة كلها صلاح محسن أو وليد أو طار محمد طار على حسب الكرة جاءة إزاي ومنبتدي الهجمة إزاي وطبع المباراة حيخلي بليميكر جنب وليد سليمان أنا عندي حاجة واحدة بس عايزة أقولها قدرات البدنية النهاردة حالة اللعبة اللي هي لسه دخلة في الفريق الفتح الفتنس بتاعه شايله الغاية فين يعني وليد النهاردة عشان يقدر يمتعني ويقدر يصوب ويقدر يعمل ضربات سابتة ويقدر يعمل وان تو ويقدر يعمل ويستيلم كرة ويقدر اللي احنا بنطلبه منه وبنأمل منه كل الكرة اللي هو عايزة هو ناصر مال لازم يكونوا وقفين على على حلهم ورجليهم مفيش إصابات مفيش شد مفيش أي حاجة عنده نفس انه يعمل الكلام ده على وقت الخمسة واربعين ديها الأولانين او الخمسة واربعين ديها للتانين هو ده ده من اللعيب واقفه حالته بدنية جدا زي طار محمد طار من أقوى اللعيبة يتحس ان هو يقدر يخش في كرة ويشترك ويعدي ويلعب عرضيات ويشوت فهل العيبة دي كلها مع ما رأوا محسن وصراح محسن حيقدروا يدوني نفس الشكل اللي أنا بتمنىه هي الحالة البدنية بس اللي أنا بدهر عليها في المباراة إنه ما مفيش شك إن واحد دي احمد نبيل كوكا وامد رمضان بكم هيحاولوا النهاردة إنه يكون لهم كلمة لهم إزمات وجود يلعبوا كرة سليمة أوي إنه ما فهاش الريسك هيبتدوا الأول فهموك إنه هما عايزين يدوا كل الجهاز الفني أو المدير الفني اللي هو برا الثقة اللي هو ممنوحة ليه فهنا يعني اللي بتمنىها من أكرم توفيق وناصر مهر ووليد سينيمان يبقوا في أول المباراة ما يرهكوش نفسهم قوي ويسهلوا كرة على نفسهم عشان كرة تديهم مع تحركات سلاح محسن وطاهر ومروه بإذن الله ربا كابنا علاء سيناريو سريع للشوت الأول ما بداية أنت هتلعب ضغط من قدام أوي أنت بدور على هدف هدف يبقى لازم ضغط على فريق النصر كويس أوي ما يستحوص الكرة عليه على الكرة هو كل اللي هعمل له فريق النصر نهاردة أيمن هو عايز يطول المباراة لأكبر وقت ممكن عايز يأخر الهدف بمعنى صح فكل حاجة اللي هعملها نهاردة هو لو هيضغط عليك ياخد وقته الفوالات عايز يجمد الكرة في الملعب أنت ما تديش الفرصة دي أنت لازم من الأول ضغط دور على الهدف الأول اللي هو هيريح كل حاجة نقولش هيشيل الضغط يعني مش ضغط لكن أنت تلعب مباراة خلاص يعني أنت بدور على الهدف بعدين كل واحد يبدأ يظهر إمكانياته وكل واحد يقول لها موجود طول قبل الهدف ده أيمن أنت في حالة ضغط جامد جدا مجهود جامد قوي لازم ضغط في طول الملعب وعتقدش النهاردة 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 نهاردة نصر هيحضر خالص النهاردة ممكن تلاقي كورة طويلة على طول والتحامات وكده لازم أنت لتبقى كورة دايما فريد لك كتير قوي طول ما أنت مستحوص على كورة أنت دايما الأخطر أنت دايما لتهدد حارس المرمى أنت اللي هيبالك شكل في الملعب تتكلم عليه بلال وكابتن شريف مين هيبقى لصحاربة ومش لصحاربة لازم الأول امتدكك لكورة الأول تبدأ تتحرك كويس قوي ولازم تشتغل كويسا من على الأطراف النهاردة مليون في المئة تلاقي فريق النصر التكاتل كله في العمق في القلب عشان كده التكاتل دايما يكسل لازم اللعب على الأطراف وفيه حاجة بسرعة كده أيما ما تستعجلش الهدف أنت ابحث على الهدف بس بدون استعجال ما تستعجلش على الهدف الهدف هيجي هيجي بس أنت دايما دور إذا توصل للمرمى بأسر وقت كابن عادل هل هنشوف أداء دفاعي من البداية من نادي النصر ولا الغيابات المؤسرة في النادي الأهلي النهاردة ممكن تطمع المدير الفني لنصر في اللقاء لا أكيد يعني أنا أعرف سيد عيد كويس سيد عيد مدربين اللي هم بيلعب المطشطة الكبيرة كويس حقيقة يعني وبعدين هم يعني اللعيبة النصر ما بيبكوش على حاجة يعني بالنسبة للنتيجة بالنسبة لهم أن هم يعملوا مباراة كويسة مع النادي الأهلي فده أن تصليم وتبقى حاجة كويسة علشان كده بيلعبوا بعصاب لكن تعالي نقسم فرقة النادي الأهلي يا كابتان أيمن هنا مهمة قوي نقسمهم نصين اللي هو غاية نصر ماهر أحمد نبيل كوكا رامي وسعد وأحمد بيكم وأكرم توفيق دولا ما يبقوا مدفعين النص التاني يبقى مهاجم علشان كده أنا بيقول لك النهاردة مش يبقى فيه تكتيك التكتيك العالي اللي هو أحمد بيكم يكمل أو أحمد نبيل كوكا يكمل أو واحد يروح يعمل كروس هي تبقى قدرات اللعيبة الخامسة اللي قدام أنا شايفها بالشكل ده ودايما لما بتبص تلاقي هي نفوز لعبين جوه الملعب الخمس لعيبة اللي هو من نصر ماهر وصلاح وسلمان وليد وطاهر وماروان هيبقى مهاجمين والباقة كلها يبقى مدفعين السيناريو اللي يمشي النادي الأهلي لو جاب جون كويس النهاردة هيجيب أكتر من جون في المباراة عنده هدفين كتير عنده أكتر من راسحر بيقدر يجيب جون هي المشكلة في حاجة واحدة بس في حتة إنه لو راحوا هجموا ونص الملعب انتكت له على أكرم توفيق لوحده أفتكر إنه هتبقى فيه صعبة شوية في الملعب ولكن كابتن أحمد زي مالك كابتن عدل وكابتن عادل من البداية النادي الأهلي هيضغط على فرقة النصر عايز أتكلم في نقطة مهمة سريعا تغيير مراكز اللعبين أحياناً بتكون نقطة إيجابية لصالح المدير الفني ولا نقطة سلبية لا على حسب أداء اللعيب يعني النهاردة هتغير في مراكز اللعيب مثلاً حط طاهر ناحية اليمين هو بلعب ناحية الشمال على حسب أداءه وانسجامه مع زميله في المباراة يعني النهاردة لما نحط طاهر يلعب مع بيكها مع الحسب يعني الحالة اللي هتكون ما بينه حالة الانسجام اللي هتكون التفاهم اللي هتكون ما بينهم الاتنين لو فيه تفاهم بين الاتنين اللعيبة مع بعض إمتى طاهر هيدخل جوه الملعب يفضل مساحة لبيكها منه هو يطلع يلعب الكروس ساب بتاعته زي ما عمل المباراة اللي فاتت بيكها مرح مرة واثنين وتلاتة مرة صوب مرتين عمل كروس فهي هتعتمد على حالة اللعيب تمام ومدى انسجامه مع العيبة داخل الملعب النهاردة المدير الفني ممكن يستفيد منه بشكل كويس لو اللعيبة دي قدت بشكل جيد في الأماكن الجديدة اللي بالنسبة لها لأنه يبقى عنده اختيارات فيما بعض كبيرة جدا بالنسبة للعيبة يبقى عارف إنه لو احتاج اللعيب ده يلعب نحق لو احتاج طهر إلى ناحة شمال صحيح هلأب ناحة شمال هلأب ناحة شمال هلأب ناحة شمال لو احتاجه كفرود في بعض الواوات ممكن يلعب في بعض الواوات فالنهاردة هتعتمد على أداء اللعيبة داخل الملعب ومدى يعني انسجامهم ومدى قدرتهم على لعبة في الأماكن الجديدة لو أدوا بشكل كويس هتبقى فرصة جيدة بالنسبة للمدير الفن المدير الفن هو يختلق أماكن جديدة بلعبة جديدة بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله وتمنياتنا لها بالفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد نهاية أحداث الشوت الأول أرجوكم انتظرون